تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسم نائب حاكم الشارقة نظم اتحاد الامارات لألعاب القوى بالتعاون مع مجلس الشارق الرياضي سباق الجري المجتمعي الليلي المفتوح بمدينة خرفكان وذلك بمناسبة حصولها على جائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023 وشهد سباق الشيخ سعيد بن سقر القاسم نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خرفكان وسعادت كل من الدكتور راشد خميس النبي رئيس المجلس البلدي لخرفكان وطارق عليه المدير العام للمكتب الاعلامي لحكومة الشارقة وعبدالله سليمان مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الامارات لألعاب القوى وعدد من المسؤولين في الشأن الرياضي وانطلق السباق الذي شارك فيه أكثر من 800 متسابق ومتسابقة من أمام مدرج خرفكان لمسافة 8 كم رجال و 6 كم سيدات و 3 كم تحت 15 سنة للأولاد والبنات وجسد الحدث الصورة المميزة عن الارث التاريخي لمدينة خرفكان بقيمها الخالدة وموروثها الثقافي وهويتها الأصيلة النابعة من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة